السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرات الماضية لكم تخذها بالأمان هيك مسخر يعني او مش مسخر اشي كثير تافي اشي كثير بسيط هاي المحاضرة حتلاقوا انه فيها ممكن شوي تحفظ ولكن ان شاء الله انها تكون سهلة يعني راح نحاول نبسط الامور المعلومات قدر الامكان بس بتحتاج منكم ايش بتحتاج منكم شغلة واحدة وهي الحفظ بتكون تحفظ يعني كويس محاضرة مادة الانتوم بشكل عام مادة حفظ بدون ما نطول نحكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رسال الله ما جعلته سهلة وانت تجعل الحزنة اذا شئت سهلة رب شرح احلي صدري ويسر لي امري واحلو العقب تم اللساني يفقه قولي اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم جعل سنتنا عمرتا من ذكرك وقلوبنا من خشتك واسرانا بطاعتك انك على كل شيء القدير حسبنا الله ونعمل وكيف نبدأ في بداية المحاضرة هو بيحكي عن تقسيمات السكيليتل سيستم او تقسيمات هو الجهاز الهيكلي من قسم لقسمين اخذناهم في الانترو وهو الأكزيال سكيلتن والأبندكيلر سكيلتن وهيك العظمي العظمي المحوري والهيك العظمي الطرفي الأكزيال هو المحوري والطرفي هو الأبندكيلر الأكزيال بتكون من ايش كرينيوم اللي هي هاي الجمجمة الفيس عظام الوجه وبعدين الهايويد بون اللي هي عظمة تباحة ادم اللي هي يا اخوان هاي وعندكم منطقيا منطقيا قبل ما نرجع كل هذا العمود الفقري الفقرات هو هذا العمود كامل كل هذول الفقرات اللي هو هذا وعندكم كمان القفص الصدري اللي هو هذا الربز الأضلاع وعندكم اللي هو الستيرنم هاي العظم اسمه الستيرنم تمام هذا هو الهيكل المحوري وحكينا الهايويد آف عندنا الـ Auditorial Cicles هي عظيمات السمعية اللي هي المطرقة والسندان والركاب اللي هم هذول تعالوا فتجيكو يا هم السرية شايفين هذول الثلاث عظمات الوغار هذول هذول هم Auditorial Cicles هذول هاي على يمين وعلى شمال هذول يعتبر من Axial Skeleton تمام 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 وعندك الـ Vertibral Column اللي هو العمود فقر حكيناها الثوراكس اللي هو القفص الصدري بتكون من إيش من الستيرنم هي عظمة ترقوة توقع بحكول اللي هي هاي اللي بتيجي بنص اللي بتيجي في نص القفص الصدري هي هاي شايفينها هاي العظمة عظمة الترقوة بسموها والستيرنم عظمة السيرنم هاي من شو اسمو من Axial Skeleton والربز تمام تمام عدد هاي مهمة عدد عظام Axial Skeleton ثمانين نايس نايس ثمانين تم تحسبوهم هذول هاي مطلوب من نحفظ هذول لا بس مطلوب من نثمانين هذا الـ Appendicular Skeleton هذول ما بدنا إياهم لأنه راح ناخذهم بالتفصيل بدنا بس هاي هذول نقطة مجموعة 126 والمجموعة الكلي لعظام بسم الإنسان 206 تمام تمام في الأدلت إنسان البالب ماشي فورن بيحكي لك عن Axial Skeleton إنه هو بحكي لك فورن باي بونز قلوزر تو the spinal cord إعظام قريبة من spinal cord such as the skull and hyoid بونز مطلوب منها إشي لا طيب الـ Appendicular Skeleton فورن باي بونز فيرذر فروم the spinal cord such as the upper and lower بونز مطلوب منها إشي لا ما تنعرف الـ Appendicular Skeleton هي العظام الطرفي إيدين أجرين الـ Axial هو المحور هذول حكينا عنهم تمام ماشي نحكي شوي عن أو نحكي عن هاي المحاضرة رح تحكينا عن Skull الجمجمة بدنا نحكي شوي عن عظام الجمجمة هس الجمجمة بشكل عام تنقسم لـ Groupane Facial Bones عظام الوجه وCranial Bones عظام الدماغ يعني Cranial تمام نحكي شوي خلينا نروح بالأول هون على التطبيق ونفرجيكم اللي هو العظام هون بداية أنا عندي بوجهي خلينا نبلش من الأنف عندي عظمتين هم هذول شايفين اللون الأخضر هو ناسل بونز عظام الأنف النازل بونز تمام النازل بونز انتو لو تمسكو تلمسو أنفكو وتيجو ترجعو فيه لورا تلاقو هون فيه إيش خلصت العظمة وبلشت العظمة ثانية العظمة هاي ممتدة للفك العلوي فهي عظمة الفك العلوي هم عظمتين هاي وهاي اللي هم الماكزلة أو جميع هم ماكزلية أو ماكزلية هيك يعني يعني بتضيف عليها إيه تمام فعندي أنا النازل بونز الماكزلة بونز تمام نتوسع شوي لهذول الزايقوماتيك بونز ثم هذول أعظام هذول الخدود تمام الزايقوماتيك بونز والفك السفلي اللي هو المانديبل تمام وعننا كمان يا جماعة اللي هو جو الأنف في عنا شايفين هذول العظمتين هاي كل جايات على شكل هاي الكتل هذول اسمهم نازل كونكا هاي العلجه اليمين وهي العلجه الشمال هذول تحديدا أنا عندي ثلاث أنه عن نازل كونكا سوپيريور وميدل وإنفيريور يعني علوي وسط وسفلي السفلية هي عظم لحالها تمام بينما الوسطى والعلوية هي جزء من عظم الاسمه إثمويد بون رح نيجي رح نحكي عنها اليوم الإثمويد بون تمام بس تكونوا عارفين هاي الشغلة إنه الانفيريور نازل كونكا هي من من الفيشال بونز تمام تمام وعننا هاي ألا مش هاي أيوة شايفين هاي هاي العظم هاي العظم اللي قادر هيك بلون الأخضر هي بتقسم لي أنفي من تحت بالنص يعني للنص العمين للنص الشمال هاي العظم بسموها فومربون تمام وظل عندي آخر إشي اللي هو عظمة ثقف الحلق هاي ومع عظمتين واحد يمين واحد شمال بسموهم بلاتين من البلت البلت اللي هو الحنك أو الحلق سقف الحلق أو الحنك بالعربية في الإنجليزي بسموه بلت تمام فالعظمة تبعته بدأ تكون اسمها بلتين بون أو بضوط تكون بلت بون فسموها بلتين أطوى أرادة بلتين بلستين بلتين بلتين تبعين كيف ظل عننا آخر واحدة من عظام الوجه وهي هاي العظمة بحسبوهم من الوجه لالعظم اللي وره الأنف هون بتيجي بسموها العظمة الدمعية أو العظمة الدموع اللي هي lacrimal بون lacrimal معناها دموع تمام تمام وإحنا نيجي هسا أنا فرجعتكم الموضوع هاضا هون على السرين انتم مطالبين بهذا الاشي انتم مطالبين بس في موجودين يعني أسماءهم فرونتا لأ المكزلة وزايقوماتيك المكزلة اللي هم عظام الفك العلوي الزايقوماتيك اللي هم عظام الخدود الماندبل عظام الفك السفلي واللاكرمل اللي هي عظام لهاي ذول القرناة الدمعية أو الدموع البلاتاين هي عظام الحنك أو ثقف الحلق تمام والانفيرير نيزل كونكا اللي هي هذول الكتل اللي بتكون موجودة في الكتل العظمي والفومر اللي بتقسم لي أنفي لنصين يجعلهم كما مرة هون هاي ايش عظام النيزل هذول ايش صحيح عظام المكزلة احكوا معي هذول ايش عظام الزايقوماتيك تمام وعننا الفك السفلي ايش اسمه ماندبل صحيح وعننا اللي بتقسم لي أنفي لنصين الفومر بون أنا لو ممكن أظغر هيك شوي هيك هينبين هون الكتابي فون تمام الفومر بون هون عندي هذول ايش اسمهم نيزل كونكا الانفير نيزل كونكا صحيح وعندي كمان اللي هو اللاكريمل اليمين والشمال وآخر شغلة عندي اللي هي ايش سقف الحلق البلاتاين بون تكونوا عارفين ايش منهم الازواج وايش منهم المفردات طبعا هم في الفيشل بون كلهم زوج يعني عظمتين بيجوا واحد يمين واحد شمال معداء المانديبل الفك السفلي والفومر بون اللي بتقسم لأنفين نصصين تمام ماشي كرينيال بونز اسهل بكثير كرينيال بونز اللي هي عظام الجمجمة يعني اللي المخ بيكون فيها دماغ اللي هم فرونتال بون انا ليش لابس طاقية ليش لابس طاقية الفرونتال بون هي هاي اللي عظم تكون في الوجه من اسمها فرونتال مرافع عندي عظمتين على شكل هيك منضلة عربعة شكل مربع تقريبا اللي هم بريتال بونز تمام ولتحتيهم شوي وبشكل جانبي اللهم يعني إنفيرير ولاترال اللي هم الاكسبيتال بونز التمبورل بونز تمام التمبورل بونز واللي من ورد جايل هي الاكسبيتال بونز عندي كمان يعني هاي هيك بشكل عام هاي الراس عندي كمان صفة عندي عظمتين اللي هي واحدة منهم هاي شايفينا ما حكّل عنها لي السفيينويد بونز وقدامها فأنا عندي الراس الصفة اللي هو frontal وبريتل ثنتين والمنورة الأكسبيتل والتمبورال بونز هاي أربع أنواع من العظام وعندي السفينويد بون وعندي آخر إشي اللي هي الإثمويد بون هذور رح نحكي عنه مسا في التفصيل واحدة واحدة سنكون عاربين انهم ست أنواع كلياتهم مفردة 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 كما عدا نوعين اللي هم إيش البرايتل بون والتمبورال بون اللي برضو رايت وليفت بشكل سريع نرد نراجعهم عشان يرسوا في مخنا أول إشي الفيشيال بونز داي ميك ذا فيس سبحان الله بالوضع الطبيعي إن الفيشيال بونز بيكونوا لي أعظام الوجه والوجه سبحان الله اللي هم نيزل اللي جنب النزل بكونوا لي فك العلوي المكزلة بعدها البكونوا لي خدود زي بعدها البكونوا لي فك السفلي المانديبل بعدها البكونوا لي الدموع هاي اللاكريمل ترى ورا اللاكريمل لو نيجي هون ورا اللاكريمل بيجي عندي خلص بلش عظام الكرينيال هاي اللاكريمل وراها الاثمويد شايفين كيف؟ وطبعا وراها الهيوال السفينويد عندي بعدين عظام الحنك العلوي أو سق في الحلق هو البلتين من البلت تمام؟ بعدين عندي جوه الأنف اللي هو الفومر والإنفيرير نيزل كونكا ذول هم الفيشيال بونز تمام؟ تمام لذلك هاي النقطة انه كل يعني كلهم أزواج ما عدا إيش اللي هو المانديبل والفومر المانديبل والفومر هم واحدين سنجل مش بير مش أزواج الكرينيال بونز اللي هو وضعين أسهل حكينا هاي اللي فرونتال بون اللي هي العظم الأمامية والبرايتال بونز اللي هم يمين وشمال ولتحتيهم اللي هم تحتيهم بشكل جانبي أكثر اللي هم التمبورال بونز تمام؟ عندي من وره الأوكسيبيتال بونز أو الأوكسيبيتال بونز ومنجل بفي حكينا يكفي عظم صغيرة اسمها السفينويد اللي هي مش صغيرة يعني هي عشكل فراشي وبتيجي أصلا من جوب والرأس يعني وقدام هفين دي الأثمويد بونز تمام؟ تمام كلهاتهم واحد معده إيش التمبورال والفريتال بونز تمام؟ تمام؟ هذول كلهاتهم بشكلوا لي إيش الكرينيال بونز بشكلوا لي الكافيتي أو التجويف اللي راح تستقى أو راح يستقر فيه الدماغ تمام؟ ف... بشكلوا لي المكان اللي الدماغ فيه بيكون موجود اللي هم اللي فحكينا فرونتال بريتال وتحتيها شوي تمبورال أوكسيبيتال الجاي من ورا الاسفينويد اللي بتيجيك في المنطقة اللي هي تحديدا هاي اللي ورا العين تمام؟ والاسمويد بونز تمام؟ تمام؟ هاي بونز مش بونز تمام؟ ماشي اتشوف ديم از اسنجولر بون يعني كلهاتهم عظام فردية ما عدا البريتال وتمبورال عشكل زوج تمام؟ تمام؟ هسه نيجي نفصل فيهم واحدة واحدة احنا هسه راح نفصل يعني واحدة هيك شوي عن الفرونتال بدي اقريتال وهكذا يعني عظام الكريني الكابيتي أو الكريني البونز راح نحكي عنهم واحدة واحدة فيهم شوي التفاصيل هون يا جماعة سيبتك ترقزوا معاي المعلومات دا احكيها بتكت تحاولوا دائما يعني بس انا اخلص وبس تخلصوا هاي المحاضرة المحاضرة هي صراحة بدها مراجعة لسكل كان بالعادة احنا ما نبلش بالسكل نبلش بالاطراف بعدها هسه ببلش بالسكل السكل فيها شوي تحفظ ولكن ان شاء الله انها مش صعبة يعني مع التكرار بترسع تمام؟ اول شي نحكي عن الفرونتال بون الفرونتال بون هي هاي العظمة الامامية شايفينها؟ هاي الفرونتال بون هاي العظمة الامامية هي عظمة واحدة يعني فردية فهي انبيرتبون عظمة فردية يعني غير زوجية تمام؟ هاي بتكون لما الإنسان ينولد بتكون بتكون هيكة منفصلة بكونوا عظمتين هيك تمام؟ وفي بيناتهم اشي اسمه سوچر سوچر يعني زي التقطيب تبع الجروح لما الجروح يتقطب بخيطوه صح؟ فالخيوطة او هذا العلامي هاي اسمه سوچر يعني زي الشي الملتحم او اشي شبه الملتحم تمام؟ طبعا بكون فيه هون سوچر اللي هو هذا الخط هذا اسمه سوچر تمام؟ ومع الوقت خرص بلتحم وبختفي تمام؟ السوچر هذا احنا اطفال يعني بكون في انه بروح ايش اسم السوچر هذا الموجود؟ اللي هو ميتوبيك سوچر تمام؟ تمام؟ هذا مهم طبعا بتعرفوا انه الواحد هو صغير بكون عنده الميتوبيك سوچر بعدين بلتحم تمام؟ تمام؟ هاي بحكي لك اسم عنها معلوماتك انه وتعملي الجبهة والذروف طبعا ايه المعلومات كلها منطقية اللي هي بتعملي الجبهة بتعملي اللي هو روف اللي هو سقف التجويه في العيني أو سقف العينين السوبروربيتال مارجن اللي هو السوبروربيتال تعالوا نفصلها من ناحية انترو من ناحية مصطلحات سوبرمعنا فوق Orbital أو Optical هذل سنتيمة أنها عيني وMargin هو الحافة فالSuper Orbital Margin هي الحافة فوق العين هي منطقة اللي بيطلع فيها حواجب وإيش كمان بيحكي لك أنه بتعمل Super Orbital Margin and most of the anterior port of cranial floor في مخ أو في التجويف التجويف الرأس في عندي الأرضية اللي رح يستقر عليها الدماغ مقدمة هاي الأرضية اللي هي هاي المنطقة هاي المنطقة معظمها إيش العظم اللي بتكون مكونيتها اللي هي فهي معلومات يعني هل ممكن يجي عليها سؤال لا من الآخر ممكن يجي عليها سؤال هيك يعني إنه what is the bone that makes the most of the anterior part of the cranial floor ما العظم التي تعمل أو التي تشكل معظم الأرضية التي يستقر عليها الدماغ أو معظم أرضية الدماغ الأمامية معظم الأرضية الأمامية للدماغ فإنت على طول متفكر فيها بدون ما تكونها تقارعين معلوم متفكر فيها إنه آه شو هي لفرمتان وخلصت تمام تمام السوبر أوربتال مارجن هاي اللي هي المنطقة الحافة اللي فوق العين فيها ثقب الثقب باللغة الأنتومية نحن نسميه فرامين تمام فرامين معناها ثقب رح تكرر كثير هاي المصطر رح تكرر كثير ففرامين معناها ثقب تمام فالمنطقة فالمنطقة هاي فيها ثقب اللي هي السوبر أوربتال مارجن الحافة فوق العين فيها ثقب شو منسمي الثقب الثقب فوق العين السوبر أوربتال فرامين تمام تمام طيب الفرامين زاي الثقب فوعدها إنه بمر منها أعصاب وبيمر منها شرين ومر منها أوردة وا 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 مش مطالبين توا في التفاصيل يعني دقيقة لأنه أيش بمر فيها وكلام في المحاضرات الجاي يعني بطيروا مطالبين من بعضها طيب فعندي إيش إسمه الفرونتال سكواما إيش الفرونتال سكواما بحكي الفرونتال سكواما هو طبعا جزء من فرونتال بون تمام هذا هذا الجزء بشكل ثلثين المنطقة العلوية إلى الجمجمة تمام؟ هاي المنطقة الأمامية العلوية للجمجمة تمام؟ ثلثين ها مشكل من الفرونتل سكواما تمام؟ الفرونتل سكواما شكله زي ما حكينا الي هي superior flat two third of the skull شكل الي هي الثلثين المنطقة العلوية المسطحة من الجمجمة يعني معلوم مش كثير مهمة وفيها هاي المعلوم المهمة فيها فرونتل ساينوسز ..الفرنتل سكويمة ..جزء من الفرنتل بون .. كلمة فرنتل سكويمة .. ما إلها معنى بالعربي يعني .. هيا المشكل.. أنه .. مافيها كلمة تعبر عنها بالعربي تمام فالفرنتل سكويمة .. هي .. يعني .. هاي المنطقة هيك .. ماشي .. فرنتل سكويمة .. فيها إيش .. فيها .. ساينيسز .. فيها جيوب معناها جيب تمام فا احنا بنحكي والله واحد معاية التهاب جيوب بيكون التهاب بهاي الأطبع طبعا صغيرة تمام هاذول مثلا الصينوس اه ف لم يكون في عندي التهاب جيوب بيكون فيها جزء منهم ملتهبة فيها يكون هناك الملتهاب فيها كمان فيها فرنتال ساينوس تمام ماشي اسألين احكي اشوي عمكي عن الفرنتال بون هي انبيرد بون يعني ما مش زوجية بتكون عبارة عن هيك قطعتين وبناتهم قطعتين وخاض الخط اللي بناتهم بلتحم يعني بص القطعة واحدة الخط اللي بناتهم اللي بيكونوا بيروح اسموه متوبيكسوشر تعمل الفورهيد وتعمل الجبهة تعمل سقف العيون هيا اللي نشوف سقفها من أي عظمة جاي من الفرونتال بون فيها السوبر أوربيتال مارجن هي الحفقة ما فوق العين فيها السوبر أوربيتال فورامن اللي هو الثقب فوق العين برضو طبع هما على الجهتين بسوهم سموها نوتش وهنا فورامن اشي في مطالبين فيه تمام فعند الفرونتال سكويمة اللي هو جو من الفرونتال بون اللي بتعملي ثلثين الجهة الأمامية او الجهة العلوية المسطحة من الجمجمة شو هاي فيها الفرونتال سكويمة وهو المهم الجيوب الأمامية تمام تمام هاي المعلومات تحفظوها تهدي صراحة يعني بس ايش المشكلة بناءتهم تعرفوا ايش المشكلة بناءتهم هو زخم المعلومات وليس كثرتها ايش دقذية زخمات نفسك كثرتها المشكلة بناءتهم هو زخم المعلومات وليس صعوبة المعلومة نفسها تمام تمام نحك شو عن المشكلة بناءتهم هو زخم المعلومات وليس صعوبة المعلومات وليس صعوبة المعلومة السويتر حكيانا هو محل ارتباط العظام العظمتين تمام وهيك بيجي زي زي خياطة الجرح شكله شوفوا كيف تمام شوفوا كيف شايفين شايفين الساجتة السويتر يا جماعة الخير ساعت حكيان شو هو الساجتة في المحضمات دخلو في واحد اسمه ساجدة بتضرب وعد هيك بنص وجه تمام فانت خيلو في قطعة هيك في قصة هيك كيف رح تقصي الراس يعني هيك بنص يعني هيك رح تروح القصة هيك يعني هيك وراح تمر هيك صح ؟ فانتوا تخيلو ان هي مرت هيك تمام فهذا الخط هو ايش؟ ساجتة ساجتة سوتشر رح يسموه الخط هذا رح يسموه بناء على ساجتة سوتشر السوتشر. ساجدة السوتشر هو هذا الخطيك اللي بجي تشكت. لانه هاي هاي احنا نقعدين نطلع على الجمجم من فوق. من راس من فوق. تمام? ساجدة السوتشر هذا. هو زي ما تخيلنا. فينا اه اه اللي هو سوتشر ثاني اللي هو الكورونا السوتشر. بس انا حكينا في عندك الكورونا تخيل زي الكورونا تخيل زي الكراون اللي هو التاج كيف تلبسه هيك. فالقصة بدا تكون هيك. تمام? فالسوتشر بدي يكون كيف هيك. تمام? فايش هو الخط اللي جاي هيك? هو هاذا الخط. هاذا الخط بصلي بين ايش? بين البرائت البون اليمين والشمال مع الفرونت البون. تمام? تمام. فصف عندي اللي هو هذا يعني ها. الكورونا السوتشر. فصف عندي انا حكيت عن السوتشرات السوتشرين هو الساجدة السوتشر هاي اللي بتشكت بيجي. هيك. وبصلي الراس هيك. بيقسم لي بين البرائت البون اليمين والشمال. وعندي كمان الكورونا اللي هو هيك. بيقسم لي بين الفرونتل والبرائت البونز. تمام? ماشي. فهي ارتكيلات البرائت البونز. تمام? تمام. فان هذول النقطتين. السريع. بحكي لك النقطة الاولى. بحكي لك انه البرائت البونز بيعطوني اكبر او بشكله اكبر جزء ممكن او هم باخذوا الحصة الاكبر او الجزء الاكبر من ايش? الكريني الكابيتي اللي هو تجويف الدماغ. باخذهم الجزء الاكبر من السقف والجوانب. تمام? وهم منطقة صراحة طلوا يعني حجمهم ما اكبره. باخذوا السقف والجوانب. الحصة الاكبر باخذوا. تمام? ماشي. من الكريني الكابيتي اللي هي من تجويف الدماغ. انه لو كنها كجوة الجمجمة وشوفنا الموضوع. ويضال عندي اخر نقطة. اللي هي ايتش برايت البونز ارتكيولات واذ اه فايف اثر بونز. يعني كل برايت البونز تتفاعل او تلتقي عفوا مع اه فايف اثر بونز. الهم ايش? تعالنا نشوفهم هون. هاي اندي برايت البون. تمام? تمام. اول عظمة تلتقي معها هالهي برايت البون الثاني. ثاني عظمة هالهي الفرونت البون. تمام? ثالث عظمة هالهي التمبورال البون اللي هو راح نحكيان قدام. رابع عظمة هالهي سفينويد بون. وخامس عظمة اللي هي الاكسيبيت البون. خمس عظمة. ماشي? ماشي. فهاي هم هاي هي الشسمو. اول واحدة بتكفيه هي البرايتل الثاني. ثاني واحدة هي الفرونتل. الثالث واحدة هي هاي التمبورال. الرابع وحدة اللي هي السفينويد هاي. شوفوا نقطة الانتقاء كيف. وخامس واحدة اللي هي هاي الاكسيبيتل. تمام? تمام. يعني موضوع معلوم مش كتير مهمة. بس يعني مو ممكن تحكي لكم ايش هي العظمة اللي بترتبط بخمس عظام اخرى. بالدماغ. بتحكيوا لها اطول تمام? ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم متابع. اه نحكيشو عن التمبورال البونز. التمبورال البونز اللي هم شايفين يا جماعة هذول. هذول العظام اللي هم بتكون محيطة في الوهن يعني تمام دويا هك جاي. هاي بتيدي يعني سفلية تمام? يعني تحت البرايتل البون والاترال. تمام? حتيج هي في الكرينيال في الكرينيوم يعني اللي هو او كرينيال بونز عظام الجمجمة. تيجي هي انفيريار ولاترال. تمام? فحكي لكم عندي انفيريار السفلية والاترال الجانبية. تمام? من ايش الكرينيوم طبعا? وهو ما جزء برضو بعطوني شوية جزء من الكرينيال الفلور. ارضية الجمجمية. اللي هي الارضية اللي راح تستقر عليها الجمجم. هي زي هيك احنا لو قصينا راس الانسان. شوفوا كيف لو قصنا بهذا الشكل. طلعنا عليه من فوق. لو هاي عيننا هيك كانت. هيك تمام? شوف شو راح نشوف. هاي المنطقة راح يستقر عليها الدماغ. الجزء الامامي زي ما حكينا. معظم الجزء الامامي من الدماغ هو هذا. معظم ايش? فرونتال بون. تمام? شوفوا كيف التمبورال بون كيف بعطوني جزء من الارضية الفلور. الكرينيال الفلور الارضية راح يستقر عليها الدماغ. شايفين? شايفين? تمام? تمام? طيب خلينا هسا احكي لكم شوي. قبل ما انا نحكي. اول شوي انفيرير تذا برايتال بونز. هي يعني جايد. نتحت من الرايتال بونز تمام? نحك شوي هسا عن التمبورال بون. شخوا. هاي التمبورال بون. وجينا نقسمها على بارت. تمام? ستشوفوا هون شايفين هاي المنطقة هاي اسمها ايش? سكواماس بارت اوف التمبورال بون او اللي هو اللي بسموه تمبورال سكواما. بك شوفنا في فرونت السكواما نصيش تمبورال سكواما. هاي المنطقة بطلع منها بروز. دعيني ارسو منكم. هاي. بطلع منها بروز. شايفين هذا البروز? تمام? هذا اللي هيك طالع. تمام? هذا البروز بسموه زيجوماتيك بروسس. تمام? شايفين هذا البروز? كيف هده اشيء اللي عمل اشيء؟ ايو. هذا بسموه زيجوماتيك بروسس. تعرفوا ليش? لان هو برتبط اصلا في ايش? في الزيجوماتيك بون. هسا الزيجوماتيك بون بطلع منها برضو بروسس. بروسس معناها بروز تمام? لو ايش بسموه تمبورال بروسس. فالهاي التمبورال بون بطلع منها زيجوماتيك بروسس. والزيجوماتيك بون بطلع منها تمبورال بروسس. هذول بروسستين السنتين بلتقوا باعوا بتعطون اشيء اسموه زيجوماتيك اارش. القوس الزيجوماتي. اللي هو هذا. كيفين هو هذا؟ هذا اللي هو زيجوماتيك اارش. تمام? فكوكو منها. تمام? اللي هو مكون من ايش? او لو ما تفكوكوش من عدلك. تمام مكون من هذا التمبورال بروسس و الزيجوماتيك بروسس. هذول هاي. كفين هذو الزيجوماتيك اارش هو هذول الثنين. هم عبارة عن ايش؟ تمبورال بروسس مع الزيجوماتيك بروسس. تمام? تمام. طيب. حكينا عن التمبورال سكويمة. او تمبورال سكويمة. بدنا نحكي هسا عن ايش? بشكل سريع. عن هاي المنطقة. شايفين هاي المنطقة يا جماعة? وتحديدا. هاي. شايفين هذا البروز اللي طالة من العظمة. هاي عظمة التمبورال بون. طالة منها هذا البروز. هذا البروز. هذا البروز. هسا البروز بشكل عام في الاناتومي. اذا كان بروز يعني اشي كبير وبارز بطريقة زي هيك. هذو بسموه بروسس. تمام? اذا كان اشي صغير زي هاي هذا الاشي. هذو بسموه بشكل عام توبيركل او توبيرسيتي. تمام? هذو راح نيجيلو هذا التوبيرسيتي. او توبيركل. تمام? فهذا البروز اللي جاي هون. هذا. بسموه جزء من تمبورال بون. بسموه ماستويد بروسس. الماستويد بروسس. هذا. كمينو؟ الماستويد بروسس. ولانه يعني زي ما كل قاعدتين شواذ. ففي اندي مرات فيه بروسسات ثانية بتكون مش مش زي ما وصفنا بالضبط. ولكن بتكون هي عبارة عن مش مش نتوء خفيف. هو بروز واضح. بروز بروسس. واضح. تمام? مش نتوء زي توبيركل. زي هذو اللي فرجعتكم يا قبو شوي. اللي هو هذو. تمام? في ان هذا كمان البروز سموه بروسس. طبعا هم. بروسس والماستويد بروسس جمع بعض. تمام? بروسس هو جاي بس انتيرير من بناتهم في اندي فورامل وهو الثقب هو هذو الثقب شايفينو؟ اللي حوليه دوائر حمر. هذا الثقب لانه بين بروسس و الماستويد بروسس بسموه ستايلو مستويد فورامل. الثقب بين الستايلس وبين الماستويد بروسس تمام هاي بشكل عام مقدم هيك عن الموضوع في عندي كمان اللي هو هاي القناة هاي القناة اللي هي القناة السمعية الخارجية يعني تمام البعض الصيوان القناة السمعية اللي هي external auditory mayatas او القناة السمعية الخارجية تمام تمام فلي جاهزة نحكي بهذا الحك اللي حكينا نقرأه اول شي بحكي لك في عندي ايش temporal squama فرجناك وش هو temporal squama هي بحكي لك the region of the cranium around the ear المنطقة من الجمج ومحاولين الاذن وهو شيء صحيح في عندي zygomatic process حكيت عنه اللي هو هاذا الاشي مش كامل هو هاذا اللي هو جزء من الاش جزء من temporal bone zygomatic process هو projection طالع من وين طالع هو طبعا extend forward to the facial bone بروح باتجاه الفيشيال bones وبطلع من temporal bone وبروح بارتبط لي في ايش في temporal process temporal process اللي بطلع من ايش من zygomatic bone سذول مرتبطوا المعضة ايش بعملولي zygomatic arch هو هاي شايفين هذا المحطوط عليه هذا الازرق هذا هو ايش هذا zygomatic process ها طالع من اي عظمة من temporal bone بيجي بارتبط مع temporal process اللي طالع منوها من zygomatic bone بس يرتبطوا مع بعض ايش اسمو zygomatic arch تمام تمام في حكينا انو هاي stylus bone هاي أو styloid bone وهاي styloid process وهاي هي mastoid process بناتهم في عندي ثقوب اللي هو ثقوبات صغير اللي هو هوني في هذا الاتجاه اللي هو هذا stylo mastoid process فيها عندي الاسترنال auditory mayatus اي mastoid process بيجي posterior to the external auditory mayatus خلف القناة السمعية الخارجية و احكيلك anterior هاي مش anterior posterior هاي anterior to the mastoid process في عندي اللي هو styloid process قدام المastoid في عندي styloid process في عندي ايش اسمو جزء من temporal bone اللي هو بتراس بورشن اللي اخرجيكم يا هون بتراس بورشن يعني هو بالعربي الجزء الصخري هو لا صخري ولا اشي هو عظم هاي هي temporal bone من جوه تمام لو بننقسم الاقسام شايفين هذا اللون الزهري ال pink هذا هو بتراس بورشن الجزء الصخري من temporal bone هذا الجزء الصخري فيه عدة ثقوب مهمة اول واحد وشايفين هذا اللي صغير هذا اللي حواليه وهذا هذا يخوان شايفينه هذا اسمه الكروتد او الكروتد فورامن تمام الكروتد فورامن هو مكتوبا الكروتد كنال القناع الكروتد الكروتد فورامن هذا ثقوب بمر في آرتري اللي هو شريان اسمه الكروتد آرتري تمام فعندنا كمان هو هذا الفورامن لا سيرام وفعندنا كمان هذا الواحد اللي هو هذا او لا مش هذا هذا ال inner ear اللي هو هذا هذا الجوكيلر فورامن الجوكيلر فورامن اللي هو هذا طرعا الجوكيلر فورامن هذا يا جماعة اللي هو الفورامن اللي هو ثقوب بمر منه فينز اللي هم الجوكيلر فينز الجوكيلر فينز او الاوردة اللي هي بتطلب من من الاوردة اللي بتوديلي الدم من الوجه والرأس او البماغ يعني لا القلب الكروتد العكس الكروتد البغذيلي البماغ تمام وهذا حكينا لهذا الانترمال الاكوستيك ميتس هذا زي ما حكينا الشم عليه هو الكروتد فورامن وجمبه هذا الفورامن لاسيروم سمحنا نحكيانه تمام هيا قد نمقدم عن الموضوع بتراسبورشن حكينا عنه هذا اللي هو تفصيل العزمي هذا تمام البيتراسبورشن ايش بيكون بيحتوي على ايش بيحتوي على وهو الانر انترنل اير والميدل اير الاذن الوسطى والاذن الداخلية وهو لكيتد بين السفينويد و اكسيبتل بونز هاي العظمة هنا هكي انا اسمه سفينويد شمال فراشة و هاي العظمة هاي العظمة الاكسيبتل حكينا عنها بتراسبورشن جاي بيناتو ماشي تمام فعندي حكينا الكارتد فورامين الكارتد فورامين فرجناتكوية هو هون مش مباليد فعندي انا هنا هاي blir فورامين لا سيرام وجنبها بيكون هون الكارتد فورامين الكارتد فورامين بغذي ايش الكارتد فورامين بغذيلي اللي هو او بدخل من خلاله الكارتد أرتري تمام فعندي الجوقيولار فورامين هو هذا هذا الجوقيولار فورامين لو تلاحظوا انا هتكتب كاتب بين بين temporal and occipital bones هاي شايفين occipital bone جيجولار فورامين بيجي بناتهم جيجولار فورامين ايش بيساوي في حياته هذا الجيجولار فين ماشي اللي هو جيجولار فين الفين اللي بيطلع لي الدم من الوجه والدماظ الى القلب بي عندي اخر ايش الفورامين لا سيرم مش مطلوبين بتفاصيل عملية هاي مش مطالبين بتفاصيل عنها بس مطالبين تعرفوا انه هي جزء من البترس بورشن من التمبورال bone تمام ماشي فعننا اخر شغلة احسن رقيقية صار حجم تير ايوه 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 سهلا وشلنا هذا الفك السفلي تمام سوف انا عندي هاي التمبورال bone السفلي برتبط له في التمبورال bone برتبط في ايش شايفين يا اخوان هاي المنطقة المنطقة زي هيك الانخفاضة العظمية سأل عندي في الانخفاضة العظمية الانخفاضة هاي بسموها فسة تمام الارتفاع الخفيفة بسموها ايش الارتفاع الخفيفة بسموها tubercle او tubericity او protuberance يعني الى اكثر من اسم بس الفسة اسمها ثعبت تمام فالانخفاضة اللي في العظم اسمها فسة فلو جينا هنا رح نلاحظ وجود انخفاضة برتبط فيها هو ايش بالاخير هذه الانخفاضة برتبط فيها الماندبل هو الفك السفلي تعالى يعني لازم هذه الانخفاضة تكون موجودة عشان بالاخير انخفاضها هيك جاي عشان بالاخير هو الفك السفلي بالاخير يرتبط فيها انخفاضها هي اللي هو حكينا فسة ف فالانخفاضة اللي بدأها ترتبط انخفاضة فسة بدأت ترتبط في المانديبل يسموها مانديبيولار فسة مانديبيولار فسة وين موجودة مش على المانديبل طبعا بتكون موجودة على التمبورال بون عشان المانديبل راحي يرتبط فيها ماشي ماشي تمام وفيه كمان عندي اللي هو شايفين هذا اللي حكيت لكم عنه هذا 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 اللون هسف اللون الاخضر طالع اللي هو حكينا مش بطلع من عندي من التمبورال بون زي قوماتك بروسس من زي قوماتك بون تمبورال بروسس وبلتق مع بعض بطول زي قوماتك أرش في عندي انا في الزي قوماتك بروسس في هذا البروز البروز حكينا نسمي توبيركيل أو توبيروسيتي توبيريسيتي تمام هذا موجود برضو اذا بدنا نشوف موجود برضو يعني في منطقة التقاء او في منطقة يعني كثير قريبة من المانديبل وهذا بصير هيك في بناتهم يعني ارتباطات اربطة توبيروسيتي توبيركل مع المانديبل فسة مع المانديبل بعطوني ايش اللي هو المفصل اللي هو المفصل التمبورال التمبوري المانديبيولوي التمبورو بسموه تمبورو منديبيولر جويند T-M-J تمبورو منديبيولر جويند تمام هذول الأسناء بحكي ح Spectacular منديبيولار فسة زي ما احكينا منديبيولار فسة اللي هي الانخفاضة الموجودة في التمبورال البون اللي بتلطط فيه المانديبل والارتكولار توبيركل اللي هو البروز الخفيفة الموجودة على الزيغوماتيك بروسس هذول برتبطوا أو بتفاعلوا أو يعني يلتحموا مع اللي هو المانديبل اللي هو الفك السفلي عشان يعطوني تمبورو مانديبلر جويند تي ام جي اللي هو المفصل التمبورو و المانديبلر تمام تمام حكينا عن الستايلوماستويد فورامين ووجود بين الستايلوASSا passatدي PROCESSا تمام تمام بف wonderful job وهو الدماظ أو الرأس بدون فك السفلي والأسنان السفلية pan ob وهو زي هاي لو طلعنا منها من تحت هاي هاي بسموها ايش؟ هاي بسموها كالفاريوم كالفاريوم هو يعني الراس بدون السنان التحت مع الفك السفلي تمام؟ تمام فهذه النقطة هي موجودة هون وكالفاريوم زي ما حكينا اللي هو العلوي من الجمجمة بدون الفك السفلي والاسنان السفلي طيب بسم الله نتابع بعد البريك الخفيف الاكسبيتال هو صراحة مش خفيف وروحت اقرأ الكومنتات تبعيت البوست تبع اسم الدفعة صراحة ممتع الاكسبيتال البون نجي نحكي على الاكسبيتال البون هي هاي العظمة اللي بتكون في الرأس من وراه بشكل عام هي معظم خلفية الرأس ومعظم الفلور ب اللي هي معظم الارضية تبعية الكرينيوم أو معظم الارضية تبعية الكرينيوم معظم الارضية التي استقر عليها الدماغ يتكونها الاكسبيتال البون ومعظم خلفية الرأس صفة أحد الأخضر أتبع ان المحل الأخضر أحد الأخضر الأخضر يعني معظم الخلفية و معظم الباسة من الكرانيوم معظم قاعدة الكرانيوم ماشي شوفي عندها عندها إشي اسمه External Occipital Protuberance اللي هو إش أجماعتك تعالوا هون أشعركم ماشي هل رأيك الكراس من وراء هل رأيك هنا في النص دائرة الخضرة ماذا هو بروز ؟ هذا يسمى external occipital protuberance مثل نتوء النتوء سيكون عنها tuberculosis فهي واحدة من المعاني ويمتد منه عن اليمين وعن الشمال اشي اسمه nickel line اللي هو زي برضه بروزين هنا يفرجوكوا اياه بدون اشياء شوفوا كيف فعندي هنا هنا وهنا في زي العظم نفسه بارز عشكل خط هل يسمى nickel line وعننا هذا اللي هو بروزين تمام وفي عندي هون برضه هون برضه عندي كمان سنين نوكل line الفوق بسميهم superior والتحت بسميهم ايش ؟ inferior بس فحكيت انه انا عندي حكيت عن الاكسترنال اكسترنال بروتيوبرانز وحكيت انه بطلع من فوق من الاكسترنال بروتيوبرانز بطلع اللي هو تمام وعلى موازاتهم بطلع من تحت المنطقة الانفيرير نوكل في عندي ايش اسمه منطقة الكندايل هي المنطقة اللي رح يرتبط فيها منطقة الكندايل هي المنطقة اللي رح يرتبط فيها عظمة ثانية او منطقة ظروفية يعني هي بتكون شايفين هذا اللي في الزهري هذا الهسر في اللون الأخضر هذا هو الاكسترنال طوان هي يمين وشمال احنا بدون اللون حطينا هيك شايفين هاي المنطقة هاي هي الغدروف تمام ؟ الغدروف الرح يرتبط في الفقرة الاولى من العمود الفقري فالمنطقة او الجزء من العمي اللي بمسك هذا الغدروف اسمه ايش ؟ اسمه يا جماعة الخير كوندايل او اللي هو اوكسيبتال كوندايل تمام ؟ تمام فايش هو الاكسبتال كوندايل لو جدي اسأل واحد منكو الاكسبتال كوندايل باختصار هو اه جدوء من العظمة اللي رح يرتبط او الموجود عليه الغدروف رح يرتبط بعظمة ثانية اللي هي هون العمود فقر تمام ؟ تقيا بتكون موجود بيني هنا هيها الاكسبتال كوندايل طبعا الشرح هذا الماغطة تتلكوش عليه مش ما يصحب عليه طبعا صفين دي هونه شايفين هاي الاكسيبيتال بوند بينه وبين البريتال بوند في سوچر طبعا ايش اسم هذا السوچر هذا اسمه لامدويد سوچر صف عندي ثلاث سوچرات اللي هو السجد السوچر اللي هو هذا بين البريتال بونز وصف عندي الكورونال سوچر اللي هو بين الفرنتال بونه والصف عندي بين البريتال بونز وفي صف عندي بين البريتال بونز وال الاكسيبيتال بون اللي هو اللامدويد سو تفهم؟ طبعا ايا انا فعندي ام يعني في الاكسيبيتال بونه cứ اسم أنعنره شوفوا معي. هاي هي الاكسيبتالبون. تمام? تمام? اول اشي في هاي اللي قد وجهي. هاي. هاي فرامين. تمام? ثقب. بنسميه? بنسميه فرامين ماغنم. فرامين ماغنم ماغنم من ميجا يعني كبير. تمام? هضا هضا يعني بالاخير انا عندي في جسمي سباين الكورد اللي هو الحبل الشوكي. تمام? رح يطلع هيك. رح يطلع هيك من هون ويفوت. بدو يفوت بالراس. وهون عندي انا الدماغ صح براسي. في عندي هون في الفرامين ماغنم في اش اسمه بطلع اللي هو بوصلي بين الدماغ والسباين الكورد. اللي هو النخاع المستطيل. ما نسميه ميدالة وبلنقاتة. بالانجليزي. او ميدالة وبلنقاتة. تمام? فهي اول شيء الفرامين الماغنم بتمر منها الميدالة وبلنقاتة. تمام? فعندي كمان هذه الجوكيلر فرامين حكينا عنها بالبيترسبورشن في التمبورال بون. حكينا عنها وحكينا برضو هي بتوين الوكسيبيتال بون والتمبورال بون. فالجوكيلر فرامين برضو نحسب من الفرامين في الوكسيبيتال بون. في عندي هذول اثنين الزهريات لجنب الفرامين ماغنم هذول بنسميهم ايش? هايبو غلوسل كنال. هايبو غلوسل كنال بمر فيهم هايبو غلوسل نيرب اللي هو العصب الهايبو غلوسل. هذا العصب اللي هو رقم اثناش يعني قدام رح تعتقد انه له وظائف كثير في الوجه وكذا. تمام? فهو بمر من هون. فصف عندي انا ثلاث فرامينات. طبعا الاشياء اللي نفرجيكيها على التطبيق اخوان هي بس للتوضيح يعني انا قاعد بستفيد بالشريع عشان الصورة توضح وقدر الامكان انه نقدر اه المعلوم نظلها راسخة بالمخ تمام? فتحملونا. فرامين ماغنام اللي هو هذا الثقب تمام? فرامين ماغنام ايش اللي بمر في يول ميدالة وبلنقاتة تمام? شو وظيفة الميدالة وبلنقاتة بتوصلي بين السباينال كورد والبراند. في عندي هايبو غلوسل كنال. فبن هون هم يحطين انه هاي هاي هاي. فرجيتكو اياها. هايبو غلوسل كنال بمر فيها هايبو غلوسل نيرب. مطلوبكم ستتحفظ رقم ولا في عندكم حضرات اناس. تحضر فيها. تحفظ فيها الارقام. الجوجلر فرامل هو هون هذا. هذا اللي حكينا المشترك بين تبورال بون والاكسبتال بون. تمام? تمام? نحن نحن شو عن السفينويد بون. خلاص الاكسبتال السريع ممتاز. السفينويد بون يا جماعة الخير اللي هي. هاي. شايفين هاي? هاي موجودة في العين من ورا. وموجودة فيه. كمان. هاي. شايفين ها? هاي يا جماعة الخير اللي هاي بشكلة. شكلة زي الفراشي طالي. تمام? هاي اسمها سفينويد بون. تمام? سفينويد بون. العظام يهم جدا طبعا. وفيها شوية تفاصيل حلوة صراحة مش صعبة. تتكون هي بشكل عام او هي موجودة امام التمبورال بونز. فالتمبورال بونز لو جينو ما نشوفه هنا مثلا. هاي التمبورال بونز هي هي السفينويد بون. تمام? تتكون من قسمين اللي هو. آآآ بس قبل ما تتكون من القسمين هاي البون تتتترتبط او بتكون يعني متفاعلة او متشابكة او بتتلمس كل عظام الكرانيال. إذ انه هو فرونتل هي بتلمس. آآآ قريتل بتلمس تمورل بتلمس أوكسبيتل بتلمس وأثمويد بتلمس كل العظام بتلمسهم فهي صراحة معلومة مهمة تكون من قسمين أجنحة كبيرة والأجنحة صغيرة تمام؟ تمام هاي الأجنحة 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 لن أعطيكم عنها معلومة يعني هي جاي ورا القسم الجانبي من الفرنطال البون شوفوا هاي الفرنطال البون تمام؟ هاي الغريتر وينغز تشوف كيف جاي وراهم تمام؟ طبعا هاي طلعنا على الراس من فوق زي هيك اسحب واضعوا شوين طيب الليسر وينغز لهم هذول تمام؟ بيمنسهم لسر يعني هيك اشياء اصغر وغريتر اشياء اكبر استفيه بين عندي انا الغريتر وينغز و الليسر وينغز لو فرجيكو استعدنا موجهك اللي هيك العظمي الى وضعه السابق ونشيل هذول لو فرجيكو هسه بين الغريتر وينغز و الليسر وينغز انتو اول اشي رح تلاحظوا انه هون في عندي بيناتهم فراغ برضو من الامام ابدو اخرجيكم برضو رح تلاحظوا انه من الامام هاي هاي الكريتر وينغ و هاي الليسر وينغ برضو من هون من الامام في عندي فراغ تمام؟ حسه هذول بشكل عام يا سلام تمام؟ والله صاب التحكم فيهم هذول بشكل عام يا جماعة الخير نسميهم ايش احنا؟ فشر تمام؟ ملاقي عندي هم نوعين من الفشر سوبيرير فشر و انفيرير فشر تمام؟ السوبيرير فشر كلمة فشر فشر معناها زي فجوة او خندق تمام؟ تبتيجي كلمة فشر ايش؟ قوية تمام؟ فانا عندي نوعين من الفشر اللي هم هاي سوبيرير والانفيرير الانفيرير اللي هو مش هون متبينش في الصورة بل منبينها من هون اللي هو ازغر هيك ازغر هيك هو هذا اللي في اللون الازرق طب انتم مش مطالبين فنيا هون في اماكنهم بس انتبين الصورة فانا عندي لو نرجع بين السوبيرير والانفيرير في عندي سوبيرير والانفيرير فشر اللي هم زي فجوات او خنادق تمام؟ هاي شغله نقطة ثانية موجودة في السفينويد بون لانها بتدخلني على العين يعني شوفوا كيف هي بتدخلني على العين فاندي شغلة مهمة لهاي اللي هي الاوبتك فورامين الاوبتك فورامين هي اللي بمر منها الأشياء اللي بتغذي العين تمام؟ هاي نقطة ثانية جدا مهمة فأول اشيه انها انفيرير والسوبيرير فيشارز والاوبتك فورامين او اوبتك كنال يسموها بمر منها الاوبتك نير اللي هو العصب البصري تمام؟ اخر شيء يلي هو التLD تمام؟ تمام؟ تمام نقولك a long off عندي انه فل كنت عمل التجويفات التجويفاته اي شو ما سبناها الجويوب ك أيها في الانجليزية الذي كانت موجودة في اللي هو الانجليزي وهي من هؤلاء وهي عندي كمان السينيس السينيس هاي هي في السفينويد سفينويد السينيس إذا زي ما أحكى إذا ستصابه إلتهاب جيوب تكون فيها عندي شغلة في في السفينويد شغلة جميلة الأمانة لنبسأش نساوي هيك بديش هاي خلص هاي هي هاي هي السفينويد تمام في على على في وجه أو في السفينويد هيك من فوق زي الكرسي شايفينه سبحان الله كيف زي الكرسي هذا الكرسي بسموه سلة تورسيكا تمام هو إشي إلو دخل في البيع أو البياع ما هيك إشي في اللاتين يعني تمام السلة تورسيكا هو هذا هاي شايفينو هذا بسموه سلة تورسيكا بتكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول اللي هو الجزء الأمامي هذا لو لاحظنا هذا عبارة عن إيش هذا عبارة عن نتوء عظمي نتوء عظمي إش سمينا تورسيكا صح؟ فمسموه سلر تورسيكا أو تورسيكا 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 هيك بسموه وفيين دي حكيت إيش الهبوط العظمي إحنا نسميه نسميه فسة صح؟ فهي إيش من نسميها هاي لها سفلون الأخضر فسة نسميها هايبوفيزيال فسة إيش هايبوفيزيال فسة إيش الدخل في الغدد وكذا هايبوفيزيال فسة بيكون فيها البيتوتر غد النخامية وآخر شغلة هاي من ورا لأنها من ورا نسميناها دورسام سلي تمام؟ دورسام سلي فذول الثلاث ما بعطوني السلا تورسيكا في عندي نقطة في الغريتر وينغز اللي هم هم فيهم ثلاث فرامينات ثلاث ثقوب على يعني على اللي أحرف تبيتهم روس ر او اس تمام؟ أول واحدة وهي من قدام اللي هي هاي هاي شايفينها هاي نسميها فرامين روتندم R فرامين روتندم اللي وراها اللي بتيجي هاي فرامين أوفلي وآخر واحدة اللي وراهم هاي اللي اللي اللون الأحمر اللي هي الفرامين سباينوزم تمام؟ فهاي عندي الفرامين روتندم وهاي عندي الفرامين سباينوزم ما بدنا تحفظ أماكنهم زيك في الضبط تعرفوا لي روس غناء فرامين روتندم فرامين أوفلي وفرامين سباينوزم زي ما حكينا السلة تورسكة اللي هو الكورسي كيف تحفظوها تورسيكا 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 تورسي كورسي تمام؟ تورسي كورسي ماشي بتكون من ثلاث أقسام حكينا الأول واحد من قدام لأنه جاء على شكل نتوء فسمناه تورسيكا اللي من وراء دورسام سلي لأنه دورسام ظهري من دورسل ظهري تمام؟ مش ظهري أنا يعني ظهريا شيء ظهري وهو الهبوط اللي في النصف فصة سمناه فيبو فيزيال فصة وبحتوى على بتويتري إقلاندا سأحكينا كمان عن الفورامينز الموجودين في السفينويد بون اللي هم ماشي على كلمة روس غير نعطيكم مفتاح روس اللي هو من قدام روتندم أوفالي سباينوزم تمام؟ تمام هذون طبام هم مات جدا تمام تمام نحشو عن السفينويد بون واخلي نوخذ نفس طيب السفينوار رح أستكمل أخر جدئي معانا وهي الإثمويد بونز إثمويد بونز إثمويد بونز بشكل عام هي آخر رضم من الكرينيال بونز تمام هي جزء من الانتيريار بارت للكرينيال فلور هي الجزء من أو تقع في الجزء الأمامي من الأرضية أو أرضية الدماغ أو الأرضية الجمجمية وانتقع حين عندي أنا هاي هو التجويف العين هي بيناتهم بين تجويف العينين وهي فردية فهي تقع في الانتيريار بارت في القسم الأمامي من التجويف أو تجويف الجمجمة بين تجويف العينين وانتقع في النص وانتقع فردية فإندي إيش اسمه هرزونتل كربريفورم بلايت اللي هو شايفين سنفتغل تطبيق ومبدأين هاي هي الاسمويد بون تمام؟ الأرضية الأرضية تبعت سقف الاسمويد بون هي هاي طبعا هون تبين شايفين هذي اللي صارت في اللون الزهري هاي هي الكريبري فورم بليت العرضية تبيت السقف الاسمويد بون في انها هاي زي زعنفة القرش بسموها كريستا قالي تمام وهاي لكريبري فورم بليت خلاني نشوف شو في كمان اشياء موجودة في عنا في الكريبري فورم بليت ما بتمينش على التطبيق اللي هي الثقوب بسموها هاي بمر منها اعصاب اسمها بتمر من هاي الثقوب تمام فانا عندي كريبري فورم بليت تمام بمر منه الفاكتوري فورامنا وعليه من فوق الكريستا قالي بعض الاشياء اللي بقول لكم بسيطة ان هي موجودة الانتيرير فلور اف ذا كرانيوم اللي هي على الارضية الامامية للكرانيوم اللي هي تجويف الجمجمة انت فورمز ذا روف بسيطة الامامية بيعطيني سقف الامامية يعني الاشي الموجود هون في دماغي من هون يعني من هون اكيد من اشي موجود في ارضية دماغي رح يكون طبيعي موجود في سقف انفي تمام في عندي هاي اشي اسمه البربنديكولر بليت خلنا فرجي قياما للتطبيق احنا بدئيا بدناش النازل بونز شوف كيف سأنا كنت حكي كنت حكي لكون هاي هي الفومر صاح اللي بتكسيم لي الان في نفس سنة هاي طلع الفومر بتخلص مشكلتها شوفوا كيف بتخلص هاي هي كل الفومر طب شو تكمله شو ايش دي يكمل لي فصل الانف اللي هو جزء من الاسمويد بون هاي كل الفل اخضر الاسمويد بون تمام جزء منها له هذا اللي في اللون الرمادي اللي هو طواني لو عملنا هاي هيك الفلون البنك قضي مش الرمادي هذا صور الشكل هسوء شوفين هذا الفلون الرمادي هاي تكمل على الفومر تمام هذا هو بسموه بيربنديكولر بليت هاذا جزء من الاسمويد بون لو بدي نعمل ايش نعمل هيك هاي دي اذرز شوفين كيف هاذا اسمه بيربنديكولر بليت بكملي تكسيم الانف لنصين وفي حكينا احنا جزء من الفيشال بونز كمان اللي هو انفيريور نازل كونكا وحكيت لكم انه اللي في عندي ميدل وسبيريور نازل كونكا هذول بكونوا جزء من عظمي هيا هاي الاسمويد هذول اللي هم الميدل نازل كونكا واللي فوق اللي هم ميس خليين بس حط عليهم هذول اللي في اللون هذول هم السوبيريور نازل كونكا تمام تمام طبعا في انا عندي في هون يعني في هذول ساينوسز تمام ساينوسز بسموه ساينوسز تمام فهيكا احنا مكون يعني خلصنا الاسمويد بون بس خلينا عسرين نقرأهم فان البربندوكولور بلايت حكينا اللي هو هذا البلايت اللي بيكمل لي فصل الان في النصين وهذا بيقسم الاسمويد البون لتولاترال ماسز يعني لكتلتين جانبيات بيحتووا هذول على ساينوسز او اسمويد السلز بسموهم تمام فالاسمويد السلز بيعطون اشي اسمو اسمو اثمويد ساينوسز تمام وعننا اللي هو اشي اسمو الميدل والسوبرير نيزل كونكا هم جزء من الاسمويد بون مش جزء لحالهم مستقل وهاي كمراجعة سريعة هاي الكريستقالي اللي حكيناها والارضية تبيت الكريستقالي هاي هي الكريستقالي ارضية تبيت الكريستقالي ايش تمناها كريبري فورم بليت صح صح هذا في عندي ال بليت عندك الميدل نيزل كونكا السوبرير نيزل كونكا هذول ساينوسز بعملولي ساينوسز و في عندي انا من فوق هاي كريبري فورم بليت اللي هي الفاكتوري فورامينا واه ايكم نكون يا جماعة خلصنا المحاضرة محاضرة صراحة فيها كمية معلومات كويسة كنت درسوها كويس ومبارك عليكم اسمكم شفاء نساء الله ان يكون ان يسهل الشفاء على ايديكم ان شاء الله سبحانه و تعالى و السلام عليكم شكرا